اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على رئاسة الفريق الأخضر خلف الرشيد أندلوسي الرئيس الحليل في الفريق وقد تواجد ضم لأحد أنس محفوظ أزمة جديدة مسبق شده وتقال دات مهم تسير في الفريق الأخضر وأخرى عند جريبة كبيرة وذلك مجد موازنة بين أصحاب الخبرة والأعضاء الجدود ووضع الكاتب العام السابق الرسمي لأحد ترشحه رئاسة فريق الرجاء أمس الجمعة وجد رسالة المنخرطة في الفريق الأخضر كأكد من خلال ترشحه رسميا ورغبته في عقد لقاء تواصل حضوري مبرلم الرجاء العرض برنامجه الرياضي وكان محفوظ من مسيري الذي اختاره من محمد أوزال دم لجنة المقاتل تسير الفريق قبل أن يتقلد مهمة الكاتب العام في المكتب مسير الفريق الرجاء برئاسة رشيد أندلوسي وواصل مهمه بعد استيقالة هذا الأخير غير أنه قدم استيقالته وسط المسيم الرياضي الماضي بسبب أدم ريداء على مواصلة جمال السلامي لتدربه الفريق الأخضر يشال أن أنيس محفوظ هو المرتشح الوحيد لحد الآن الذي وضع رسميا ترشحه رئاسة الفريق بينما بقية الأسماء التي تردت في الكواليس لم تقدمت ترشحه بعد ابو شعيب العراسي يتدربه رفقة أمان راجاء ومحمد شيفا لم يلتحق بعد بالمجموعة وفي تفاصيل الخبار يتدربه شعيب العراسي لوقع الفريق الراجاء الرياضي على الصيف قاد يمنشبه محمدية ورفقة أمان نوصور الخضر وما زال ما لتحقش اللعب المذكور بالمؤسكر التدريبي المغلق للفريق الأول لنوصور بمدينة مراكوش سعدة المسلم الكروي الجديد وفي سياق المرتبط ما زال ما لتحقشبه الاسم الجديد كذلك محمد شيفا بكتيبة الإطار التونسي تسعة جرد الشابي وكيعرف المؤسكر حضور بعد وفدي الجدد كمحمد بن ناهيري سوفيا الأزاري ساميين إلى جانب عمر الأمراني والمدافع جمال حركاس فيما كتغيب أسماء أخرى كحميد أحددو جيبريل سيلا ثم الغيني مستفى كوياتي إدارة الراجع تتراجع عن فسخاقد عمر بوطيب وتتجيه نحو إمكانية السيغنة عن الدوي وفي تفاصيل الخبر قررت إدارة فريق الراجع الرياضي برئيسة رشيد لإندلوسي تراجع لقرار فسخاقد اللاعب عمر بوطيب هذا الصيف وذكر مصدر خاص أن بوطيب رفض السيغنة إلى جزء مستحقته المالية مقاومة فسخاقده مع الفريق الأمر الذي بفعل إدارة النادي لتراجع لقرار انفصال إليه وشارل المصدر نسول أن المكتب مستير النصر الخضر يقدر يتجه في المقابل للإستغناء على اللاعب محمد دويك خلال المركات الصيفي الجاري معلين أنه أسبق وتمات إعارش في الموسيم الرياضي الماضي الفريق نهدت زمامرا يوسف شيبو الراجع الرياضي يحتاج إلى إدارة قوية على جميع المستويات وبعد الدولي المغربي السابق يوسف شيبو يسلم سؤولي فريق الراجع الرياضي تزموناً مع الحفل الخاص الذي أقمه الفريق الأخضر احتفاً تقديم لعبي الجدد الذي يوقع في كشفته رسمياً خلال المركات الصيفي الجاري وتفعل شيبو مع الحفل الخاص المذكور وبعد برسالة مستعجلة للمسؤولي الراجع يطالب من خلالها بعادة النظر في منظمة تصير في الفريق الأخضر وتطويرها بما يتناسبه طموحات جماهير العريضة داخل مغرب وخارجه وفيما يلي رسالة الدولي يوسف شيبو اللي بعتبال بسؤولي الراجع الرياضي عبر موقع توصول جميع انستغرام الراجع الرياضي نادي كبير وبتاريخ وجمهور عظيم يحتاج إلى إدارة قوية على جميع المستويات المادية والاقتصادية والرياضية والاشتغال على المدى البعيد واتخاذ القرارات الجيدة التي تخدمه مصلحة النادي قبل أي شيء هذا ليس بنادي فقط هذا كي يل للملايين من المشجعين وبالتالي يجب أن يحظى بإدارة قوية ومتمكنة ولها دراية بكل شيء من العيب أن نسمع هذه المشاكل المادية في كل موسم بالإضافة لعدم دفع رواتب اللاعبين أتمنى من القلب أن تأتي إدارة بأفكار ومقترحات للرفع من المستوى النادي على المستوى الاقتصادي أما بالنسبة للمستوى الرياضي فلا خوف على الرجاء مدام ورعه مدلجيش من المشجعين والمناصرين مع كل تحياتي واحترامين للجميع الرجاء والغريم التقليدي من بين أكثر الفرق انفقر في الميركاتو وفي التفاصيل كشفت تحاد دولي كرة القادم فيفا على قائمة الأنديل الأفريقية الأكثر انفقاً على التعاقدات في العشر سنوات الأخيرة وضمت لأحل مذكورة جد فرق مغربية ويتعلق الأمر بالغريم التقليدي اللي يحتل مركز 13 وفريق الرجاء الرياضي اللي يحتل مركز 18 وقائمة أكثر الفرق انفقاً في الميركاتو ويتصدر فريق بيراميد المسر القائمة بينما يحتل أهل المسر المركز الثاني والتراجيل تونسي رتبة ثالثة نمر معكم وفقرة ميركاتو ونرى ما يتقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف مرابير إعلامية محمد أمين بن هاشم ملف الثرهوني مقفول وليممكننا التفريطه فيه وقال محمد أمين بن هاشم المدرب جديد فريق الفتح الريباطي أنه لا يوجد مدرب يمكن أن يفرط في لعب موهوب صاحب إمكانيات كبيرة بحل نفل الثرهوني وضف بن هاشم خلال من دول الصحفية ملف الثرهوني مقفول تماماً حيث الجميع داخل إدارة الفتح أمامه هدف واحد وهو ضرورة الحفاظ عن ركائز قبل انطلق الموسم كروي المقبل وفي نفس السياق قلت نول خليفة الرئيس المتدابل فريق الفتح الريباطي أن نوفل الثرهوني ما زال كربطنا به عقد كمتد الموسمين المقبلين وضافت خليفة بن هاشم أكد لي أن الثرهوني من اللاعبين الأساسيين اللي بغي يحتفظ بخدماتهم وذلك الحاجة للاستفادة منه خلال المنافسة الموسم كروي المقبل وبالتالي قمنا بالاتصال بإدارة فريق الرجاع واخبرناه بالقرار النهائي بشأن مستقبل الثرهوني هو الأمر اللي تقبلته إدارة النصر الخضر برئاسة رشيد الأندلوسي واللي قتربتنا بيوم علاقة قوية لحسن الدحدوح لأمافين هذا سبب عدم شوقعي للرجاع الرياضي وفي التفاصيل أكد الحسن الدحدوح اللاعب جديد صفوف فريق الفتح الريباطي توصوله بعدات عورض أخرى خلال مركاته الصيفي الجاري وقال الدحدوح تصريح بموقع أمافين سبوه من بيل الأندي اللي تقدمت ليه بعرض رسمي كان فريق الرجاع الرياضي وإدارة نهضة زمامرة قررت رفض الطلب حيث ما يتمشش مع شوروتها وضع في المتحدث نفسه اختيار الفتح الريباطي جاء بفضل اعتماد هذا الأخير لأن شكوينش طوي على المويل الشابة جديد بالذكر أن الحسن الدحدوح اللي يبلغم العمر 21 سنة وقع في كشوفات الفتح الريباطي لمدة ثلاث سنوات معلين أنه كان قريب من حمل قامل سراجاء الرياضي لو لا تعنيت بسؤولينها ضد زمامرة كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جوغنا على ذا في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله إلى بل لكم العمل دي لكي السيد تشجيل لا تنسوا للشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليوا شيء علاقة في آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم ببناءة اشتراك في القناة اشتراك في القناة